موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أخوتي أخواتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية ذكرنا على أن الإنسان يمر على عوالم أول عالم ذكرنا هو عالم الذر يعيش فيه الإنسان فترة من الزمان وهذه الفترة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا وشرحنا وعرفنا هذا العالم بشكل مفصل من بعد هذا العالم يمر على عالم اسمه عالم الأرحام اللي هو عالم الرحم رحم الأم تحمله الأم في بطنها ستة أشهر على أدنى تقدير وعلى أعلى تقدير إثنى عشر شهر برأي الشيعة طبعا السنة عندهم آراء مختلفة وذكرنا المراحل الذي يمر عليه الجنين زين؟ قلنا مولانا نطفة من بعد النطفة مضغة من بعد المضغة علقة من بعد العلقة يصير عظم من بعد العظم يصير لحم وعظم طبعا بعدين يصير بشر سوي بعدين يصير ونفقنا فيه من روحنا زين؟ أو من روحي ونفقت فيه من روحي طبعا إخواني العزاء هذه مهمة أكو بعض الناس عمدا يسقط الجنين أسا إحنا ما دام وصلنا إلى هذه المكان مو محله لكن من باب الإشارة أكو بعض الناس عمدا يسقط الجنين أسا ابن أو مو ابن مولانا عمدا يسقط الجنين لغيري حاجة لغير ضرورة إذا كان ضرورة ماكو مشكلة لكن إذا أسقط الجنين عمدا لغير ضرورة يترتب عليه دية إذا كان نطفة عشرين دينار ذهب إذا كان علقة مضغة أربعين إذا كان علقة ستين إذا كان عظم لحم يصير ثمانين إذا كان بشر سوي بشر عند راس وبطن ورجليا وإيديا لكن ما بيروح بعده يصير مئة دينار ذهب مكلف أو إذا كان فيه روح يصير دية كاملة إذا كان ذكر دية كاملة مئة ناقة مئة ناقة أو يطيق طبعا السعر مالهن وإذا كانت بنت خمسين ناقة دية مالته هذا بالنسبة إلى إسقاط الجنين عمدا طبعا لغير ضرورة الجنين الذي في البطن مولانا يعي ويفهم ويدرك ما يجري خارج بطن أمه يعرف كل شيء ويحفظ كل شيء حتى سب والشتم إذا رجل سب الزوجة شتم الزوجة تعرفون أكو بعض الرجال مو مؤدبين ما عدم أدب يسبوا يشتم بالبيت ويغلطوا كذا هذا الغلط وهذا السباب والشتم يؤثر على الجنين الأم إذا شتمت إذا غنت إذا استمعت إلى الأغاني حتى الأغاني هذا الأغاني مرى قاعدة حامل زين الزوج أو الزوجة بالبيت تخلون أغاني هذه الأغاني تؤثر على الجنين يحفظ أكثر منه منك يتربى يترعرع عليها أو إذا بالعكس سمعوا قرآن مثلا سمعوا أحاديث مثلا سمعوا لطميات مجالس حسين اسم الحسين مؤدب هذا الرجل مؤدب هذه الأم يؤثر على الجنين الذي فيه بطن أمه أنا أضرب لك مثال واحد رجل عالم من علماء ألمانية جرماني هذا محقق وعالم كان جاب له بيض دجاج دجاج أخوه عقل ما عده بعد وأذا عمر لنا دجاج بيض دجاج زين خلاه تحت الدجاجة زين أسألك الدجاجة كم يوم تقعد على البيض مؤلاء كم يوم 21 يوم الجنين يبقى في بطن أمه تسعة أشهر تسعة أشهر هذا 21 يوم البيضة تبقى تحت الدجاجة جاب له فد موسيقى خاصة وخلاه يم البيض 21 يوم يم البيض من بعد ما طلعت الفراخ مؤلاء تنتشر في الأرض تروح مكان تدرب بعد هذا الفراخ واحدة مننا واحدة مننا واحدة مننا مولانا إذا أراد أن يجمعها شي سوي يخلي نفس الموسيقى بمجرد أن يخلي الموسيقى اللي كانت في البيض وتستمع لها بس يخلي الموسيقى وإذا الكل تجتمع وين عنده عنده الموسيقى هو فرخ دجاج عقل ما عنده 21 يوم هذا البشر ولقد كرمنا بني آدم عنده عقل يعي ويفهم بعدين تسعة أشهر زين تسعة أشهر دق ورقص أو أغاني يأثر لو ما يأثر مولانا طبعا يأثر أو بالعكس إذا كان مولانا لطم إذا كان قرآن أيضا يؤثر أنا كنت في اليوم من الأيام في مشهد هاي قضية تجريبية بعد يوم من الأيام كنت في مشهد مولانا في صحن قوهرشاد ما أنساه صحن قوهرشاد فشفت مجموعة من الناس دخلت في الصحن إنه مجتمعين على رجل فسألت من هذا الرجل قاله وهذا أبو سيد محمد حسين الطبطبائي السيد الصغير اللي عمره خمس سنوات وحفظ القرآن بأجمعه قلت خل أشوفه أنا بس كون الإمام يوفقني لرؤيتين لأن الزحام كان فصار مجال أنه أشوفه على العموم كان في صلاة الظهر سألته قلت له سيدنا ابنك يعني خارق للعادة ابنك يعني يختلف يا أولاد الناس قال له ابني مثل ابنك يعني أولادي مثل أولادك مثل بقية الناس لكن أنا اشتغلت لحفظ القرآن مولانا عنده ذاكرة عجيبة يقرأ القرآن هتشي مولانا شوف يقرأ القرآن الآيات يقرأها من الأعلى شوف من الأعلى إلى الأدنى ويقرأها من الأدنى إلى الأعلى يقرأ الصفحات من الأولى إلى الأخيرة ويقرأ بالعكس من الأخيرة إلى الأولى بعدين تقل له يعطيني آية في الجهاد يعرف المعنى يقرأ آية في الجهاد يعطيني آية في القتل يعطيك آية في القتل يقل لك شنو ميزة طلب العلم يطيك آية في طلب العلم ذكي عجيب عمره خامس سنوات احنا عندنا خمس سنوات حتى حتي ما يحتي زين يعني بالقوة يحتي مو يحفظ القرآن بعد قلت له شنو اشتغلت علي ابنك قال شيخنا هذا كان جنين في بطني أمة خلي الأمهات يسمع عني رجاء حتى الآباء يقول كان جنين في بطني أمة احنا على طول أمة تكنس أمة تغسل أمة تطبخ أمة كذا بالبيت هذا القرآن على طول يشتغل 24 ساعة القرآن يشتغل دخلين كاسية من القرآن القرآن يقرأ من الحامد إلى سورة الناس ونعيد الشريط بعد مرة من الحامد الكاسية إلى وهالمجرة هذه زين فإذا لما ولد الطفل لما ولد ما أرضعته أمه ولا يوم واحد بغير طهارة تتوضى وترضعه حتى لو كانت غير طاهرة النساء يعرفها شنو معنى كلامي حتى لو كانت غير طهرة كانت تتوضأ وترضع ولدها ويسمع القرآن يقول شيخنا لما تعلم قراءة القرآن لما تعلم النطق يقول من نتعلم النطق جبتها قلت له بابا قل بسم الله الرحمن الرحيم يقول ما قدر يقولها مرة ثانية مرة ثالثة يقول ما أتعبني وإذا بمرات قليلة في نفس اليوم نطق بسم الله الرحمن الرحيم تعجبنا كأنه حافظها حافظها وناسيها شايف واحد حافظ للشيء وناسيه بس الذكرة يقول قرأنا له سورة الحمد هو أكثر من ألف مرة سامع سورة الحمد وهو في بطن أمة زين قرأنا له سورة الحمد قل لي الصدق أنه سورة الحمد كان عمره صغير سورة الحمد حافظها خلال يوم واحد يوم واحد حافظها بالكامل وحافظ الجزء الثلاثين بالكامل ثم بدأنا من السور القصر إلى أن حافظ القرآن بالكامل كأنه حافظها وحافظها من قبل ونساها الآن نحن ذكرناه فحسب ماذا قد إلى أثر كثير إلى أثر مولانا إذن العالم الذي يمر عليه الإنسان في العالم الثاني طبعاً عالم الأرحام من بعد عالم الأرحام يمر الإنسان على عالم اسمه عالم الدنيا الآن نحن في الدنيا نعيش الدنيا دنيا لأنها دنيئة مأخوذة من الدناء دنيئة لأنها أدنى العوالم لأن تقع فيها المعاصي في عالم الذر ماكو معاصي معصية الله ما موجودة في عالم الأرحام معصية الله ما موجودة أخوذ جنين ما يعصي الله مولانا في عالم البرزخ معصية الله ما موجودة في يوم القيامة أيضاً عذاب عذاب موجود ونعيم وجحيم موجودة مولانا معاصي وذنوب أيضاً ما موجودة الذنب والمعصية والخير والشر كل موجود في عالم الدنيا ولهذا أدنى العوالم عدها الدنائة زيان مورانا أبخس العوالم أنزل العوالم عالم الدنيا يولد الإنسان باكيا في عالم الدنيا يمر على مراحل كثيرة طفل رضيع طفل صبي غلام يدخل بعدين في مرحلة الشباب إذا صار شباب يكمل الثلاثين إلى أن يوصل أربعين يسمونه رجل من بعد الرجل يصير شيخ من بعد الشيخ يصير شيب من بعد الشيب يصير هرم من بعد الهرم هم يجي إلى ملك الموت ويأخذ بعد مولانا زين فيعيش في هذه المراحل في الدنيا مراحل يعمل خير في عالم الآخر يحصد خير يعمل شر والعياذ بالله يحصد شر الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا هي مصيرك ومسيرك إلى الجنة أم إلى النار والله مولانا الدنيا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الإنسان يعمل يعمل بالدنيا لله جل وعلا لأن الدنيا مو دائمة الدنيا كالقنطرة الإمام عليه عليه السلام يقول الدنيا كالقنطرة تصعد مننا تنزل منناك تعرفكم مولانا القنطرة الشنو القنطرة مو جسر بعض الإخوة يحسب أن القنطرة جسر لا بويا القنطرة مو جسر القنطرة نهر صغير يخلون عليه جذع نخلة أو خشبة جذع نخلة يخلونه على نهر هذا الجذع النخلة على نهر شي سمونا يسمونا قنطرة قنطرة نهر صغير طالعا مولانا الإمام علي عليه السلام يقول الدنيا قنطرة أنا يا ريت كن عندي الآن حاسبة وأحسب لك الآن احسبوا إياي أن يوما في سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم أن يوما كان مقداره خمسين ألف سنة أنا خاف أخطأ ترى الحساب عندك أنت روح للبيت وكسر حسابك لا تقول الشيء خطأ ترى أنا قاعد أعتيها من نفسي وإذا مرأنا اليوم الواحد اليوم الواحد من الآخرة يعادل خمسين ألف سنة من سنوات الدنيا اليوم الواحد من الآخرة يعادل خمسين ألف سنة من سنوات الدنيا الآن قسم كل يوم كم ساعة؟ وياي الولا كل يوم 24 ساعة أنت الآن قسم خمسين ألف سنة على 24 ساعة يصير الساعة الواحدة من الآخرة تعادل مولانا ألفين ونيف سنة ألفين وشي سنة من سنوات الدنيا الساعة الواحدة من الآخرة كل ساعة كم دقيقة؟ ستين دقيقة الآن ألفين وشي قسمها على ستين دقيقة السير الدقيقة الواحدة من الآخرة أربعة وثلاثين سنة واثنين وسبعين يوم أربعة وثلاثين سنة يعني حضرتك الآن إذا عمرك خمسة وعشرين سنة عند الله دقيقة هم ما صاير إذا عمرك ثلاثين سنة عند الله دقيقة هم ما صاير إذا عمرك خمسين سنة عند الله دقيقتين ما صاير يعني لأن دقيقتين سنة تقريباً 68 سنة وشيء وهذا حبيبي زين كصعود الإنسان من بداية القنطرة وينزل آخر القنطرة وهذا عمرنا فالدنيا مثل المنام شايف الآن رجال عمره 60 سنة قل له عمي هاي 60 سنة شلو أن مرت عليك كيف مرت هاي 60 سنة لا يعلم ما يدري مثل الحلم مولاي الدنيا مثل الحلم يتمر على الإنسان انقضت تعمل خير أو تعمل شر والعياذ بالله زين إلى أن ينتهي عمره الإنسان هذا بداية كلامنا إن شاء الله في عالم البرزخ هذه نهاية الدنيا وبداية البرزخ من بعد عالم الدنيا عندنا عالم يسمى بعالم البرزخ من بعد البرزخ عالم الآخرة احنا كلامنا عن عالم البرزخ عالم البرزخ عالم يسمى برزخ البرزخ عن الفاصل بينهما برزخ يعني فاصل سد مانع بينهما برزخ الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة الفاصل شوف حبيبي توجه لي شوف الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة عالم يسمى عالم البرزخ هذا عالم البرزخ بالوسط زين بين الآخرة وبين الدنيا الآن الآن الأموات اللي ميتين الآن الأموات اللي ميتين الناس اللي ميتين الآن وين يعيشون يعيشون في عالم البرزخ انتهت عالم الدنيا الآخرة أيضا بعد ما بادي الآخرة ما بادي في هذه الفترة بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة القيامة شنو أكمول أنا عالم البرزخ ماذا يجري في عالم البرزخ شي صير في عالم البرزخ أين يقع عالم البرزخ ألغوا جنة ولغوا نار في البرزخ أكو جنة ونار أيوجد نعيم وجحيم أفيه عذاب أو لا في عالم البرزخ ماذا يوجد ماذا يجري ماذا يصنع الإنسان في عالم البرزخ الآن أنقلها لك إن شاء الله خلال كلامنا إن شاء الله اللي ينقل الإنسان مولانا حبيبي اللي ينقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ قضية وحادثة يسمى الموت 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 هو الذي ينقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة سؤال ما هو الموت شنه الموت الموت ما هو الآن أهل البيت تعارف متعددة للموت بس أنا أعطيكم تعارف فقط التعريف الأول للموت إخواني أعزائي الموت نهاية الدنيا الموت نهاية الدنيا وبداية البرزخ يعني بداية الآخرة بصيغة ثانية موت نهاية الدنيا وولادة الآخرة الإنسان إذا مات ينتهي منين من الدنيا لكن يولد الآن ولاتوين إلى عالم البرزخ والقيامة واضح حبيبي ماذا نصار؟ إذن الموت نهاية إلى الدنيا ولادة إلى القيامة وإلى البرزخ وإلى الآخرة واضح حبيبي بداية ونهاية إذن الموت لا يعدم الإنسان الموت لا يقضي على الإنسان الموت هي ولادة جديدة إلى الإنسان حياة جديدة إلى الإنسان الموت مو عدم الموت حياة الإنسان لا يعدم الإنسان لما يموت مولانا مو بعد ما لأثر دبه بالقبر وخلص لا مولانا هذا لما يوضع في القبر الجسم يؤكل الجسد يروح نعم يؤكل تأكله الديدان يأكله التراب لكن مولانا الروح تبقى الروح حية الروح مستمرة الروح تزور أهلها أنا أذكر لك إن شاء الله تزور أهلها بالأخص في ليلة الجمعة الروح تأتي إلى بيوتها تأتي إلى أهلها تجي الروح إلى أولادها زين؟ حس إذا كان أب إذا كانت زوجة إذا كانت أم إذا كان أقارب تحضر على جدران بيوت أهلها في كل ليلة الجمعة إذا كان مؤمن إذا ما كان مؤمنها نذكرها إن شاء الله وإذا مرانا إذن الروح حية وباقية بالنعيم والجحيم الروح تتعذب من جملة اللي تتعذب مولانا هي الروح هسا الجسد يتعذب له لا يتعذب أكو بحث عندنا معاد جسماني لو ما عندنا معاد جسماني أكو بحث راح أذكره إن شاء الله في خلال بحث القيامة إن شاء الله تعالى وضع مولانا الموت نهاية للدنيا بس ولادة علما إلى الآخرة هذا تعريف إلى الموت أكو مثال آخر للموت وتعريف آخر للموت يبقى إن شاء الله تعارف كثيرة إلى الموت ينتهي الإنسان كيف ينتهي من الموكل بقبض الروح الآن قاعد أجيب لك سلسلة وحدة وحدة الملائكة أربعة الملائكة المقربة الملائكة رؤساء الملائكة أربعة ميكائيل إسرافيل جبرائيل إزرائيل كل من عنده عمل كل من عنده عمل إسرافيل ينفخه في الصور ميكائيل يوزع الأرزاق عند الفجر يوزع الأرزاق ومسؤول موكل بإنبات النبات جبرائيل أنزال الواحي وأنزال العذاب عزرائيل بعد هذا كQué متعرفون أمونا أنا عزرائيل الشغل نويا عزرائيل ملك الموت ملك الموت قابض الأرواح قل وكل بكم ملك الموت ملك الموت الذي يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هذا مرأنا يتوفانا من ملك الموت اللي هو عزرائيل ما هو ومن هو ملك الموت وكيف يقبض الأرواح إن شاء الله تبقى إلى محاضرة آتية إن شاء الله في المحاضرة المقبلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطائرين اشتركوا في القناة